ايه اللي حصل في المحاضرة دي؟ انا حضرك شرح. المناسبة هو عالورق عالورق كل الناس كم اديها توقعات المصر هياخد البطولة. ده المصر. هل المصري ده السؤال الاول هل المصري لعبين مش اقول جاهز فني لعبين كانوا داخلين وهم حاسين بدا ان احنا كده كده هناخد البطولة دي ان البطولة دي سهلة بالنسبة لنا. وارك. هل الشعور ده كان عندهم فالامور تصعبت؟ لا بالعكس انا اقولك في المحاضرة كانوا متحمسين لدرجة كنت مشغلهم بعض الفيديوهات التحفيزية. زي ايه? الفيديوهات عالمية. اه 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 حاجة كده منظر كده يعني حاجات كانت جامدة جدا. يعني في الفيديو مثل تسعين دقيقة بتتفرج عليه على الشاشة اللاعبة وهي بالكافة اقولك ايه. العب عالبطولة. انت مسافر كل المسافة دي انا عشان ما تخسرش. انا عاوزك تركز. الفيديو بيقول كده. عاوزك تركز. عاوزك النهاردة المباراة دي ايه تعتبر اخر مباراة. انتو الفريقتين زي بعض. ما تبقاش عاملين انت جاي تلعب مش عشان تخسر. جاي تلعب عشان تفوز. حتى اللاعبة بعد المحاضرة من الانفعال بتسقف. فانا مكتنع انا فيش لعاب عاوز يخسر. طبعا. بس المعقف اللي حصل. وكل حاجة شارحهم. يعني عارف ان صلاح محسن وبس سامع يعملوا الكرة الطويلة. ويطلع في الكلام ده في التغطية. واحنا قلنا الكلام ديو تقولك ايه. طب ان انت ما عملتش هول اللي بلعب. هول اللي بنزل لعب. انا بشرح خطتي. انا فيه ميزة اللي حصلت في جامع المباراة. المدرب ادارة. كل التغييرات اللي عملتها غيرت مجرى المباراة. لدرجة ان التغيير اللي عملته. بالنسبة لبتاع جهات جريشا. انا اجيبت جون في الدقيقة اربعة وخمسين. مش شط التاني. هقرب. الجون التالت ده ترقف وعجاب. بس صراحة. تالت. جون التالت عشكري. بس اه قوي. بس اقولك انا حاجة. انا اجيب. يا عش انا ممكن هحطوله الكرة قبل كده كمان تلاتين الف مرة. وهسيب الجون خالص مش هتشط في الحتة دي. اه ما هبتبقى توفيق. توفيق. اه طبعا. انت بتاخد الكرار. وتسيب التوفيق بتاع ربنا. فهو كان فيه التوفيق حتى الكرة مثل ايه بتروح. انا حزنت على الجمهور. يعني برضو قدر الله مش افعال. الله مقدر. ضفر واحد. ان كان يحصل حاجة في الرجعة. يتوبس يجري له حاجة. حد يجري له حاجة. انا مش ببرر. بس ضفر اي واحد من جمهور برسعيد. بالبطول دي كلها. بطولة اللي جاية. انت عارف هي بطولة مش رسمية. البطولة الجاية بطولة كاس مصر. احنا الناردى وصلنا لدور التامنية. بس هي كاس الرابطة بطولة رسمية. بطولة بطولة اتعملت. اتعملت بقى سنتين. اه فقط. ما الاهلي والزمالك انسحبوا. اه. مبقللش من اميتها. لا هي هو هو ترتبة من البطولات في مصر الدولي كاس مصر كاس الرابطة. بس هي بطولة رسمية. الجذر اللي اتعمل. طبع. لو انا كنت اخذتها كنت اقول لك احسن ب بطولة في العالم وانا خدت البطولة ومحدش خد البطولة ديها. والله يا جميلة كابتن ميمي والله. وكنت اطلقوا كل عمله لتمثال. طبعا. خدت بالك انت. ودي اهم من دوري. ولا اهم من دوري لان الناس. بس الناس. اهم من دوري اطلقوا روبا كمان. الناس عمل الكارفان في بورسعيد. فانا بقول لهم يا جماعة. يعني انا المواقف ما تزعلوش. ده موقف حصل. انما بصوا على الاداء الاجمالي. السنة الجاية عندك بطولة عربية. دخلت الخامس. اما تبص للار انا اعتبر اول الدوري. ام. وميني اعتبر معايا اول الدوري? الدخلية. ام. مش عشان ابن فيها الدخلية عملت مفاجأة غير عادية. عملت حاجة غير عادية. صح. بصراحة. صح. دخلية عملت اعجاز. عملت اعجاز. طبعا. هزي الفن كابتن علاء عبدالعقل باللوع. عملو حاجة غير عادية. صحيح. يعني الناس رحة مفيش توقعات. حتى بيلعبوا اسوان. ام. اسوان عالت عادل. صحيح. الرجل بيجيب بقول لهم في الدقة تسعين. صحيح. والمدرب برضو المحترم. اه. ايمن الرمادي كانت اسوان نزلي. طب بالمناسبة بس اه اه قبل ما نروح لفاصل. الدخلية يعمل يام على اهلي بكرة. في كاس مصر. الدخلية ما فيش لعيبة بكرة. اه. ما عندهم مش لعيبة. اللي وصلني. تمن تمن افراد. لان من ضمن حاجات. الكت فتح يوم سبعة وعشرين. اه. ولعبت الاعراض مشت. نفس موضوع الناد المصري. اه. الخمس اعراض مشهم. دغمهم عنده صليبي. اه. بالنسبة لنا. اه. 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 فالنهار اه. اه. بص انت مسال. انا مش عاوز انشان محدش ايه يقولك مسال ميما عبد الرازي. بيقول كزا. اه. لا. احنا عاوزين بقى تخطيط. بالنسبة لنا. الباب الكت فتح النهارة سبعة وعشرين. اه. من انبراع. فات يومين. اه. تمام. والموتش يوم ثلاثة. حتى بما تكلموا انه هو مسال ايه. يتأجل او ما يتأجلش. او الكلام ده. فانا كنت مرتبط لغاية اخر مباراة في الدوري. اه. اللي هي يوم ستة وعشرين. فبصراحة واقف جنبي بصراحة. اه. اه. المسطر كامل. واه. وست محافظ بصراحة. طعم. لهم الدعم الرئيس افضل اقررها. اه. الناس ده انقذت. اه. النادي المصري. اه. بوجودهم. بالضائقات اللي كانت فيه المالية والكلام ده. لدرجة. الناس اللي تزمت. بشوية حاجات بكل اللعبة. اللعبة. ما قادش لها لها حاجات بسيطة جدا. بالنسبة لنا. فخلصنا اه. بالنسبة لنا بما يرد الله الدوري. اه. انما انا اتمنى. 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 اه اه. النادي المصري بازن الله المبرارة القادمة كده. اه. طبعا مبرارة اه كبيرة جدا. كاس مصر. اه. كاس مصر. اللي هو دور التمانية. اه. هيبقى قدامك موتشين. اه. تاخد بطولة فيها. بازن الله. يعني موتشين. اللي جايين. تاخد بطولة فيهم. اه. فبقول لجامور برسعيد ورده. وقفوا جنبي لعبتكم. لانهم اتعرضهم. لضغط عصبي. وضغط نفسي. غير عادي. وانا خرجت منهم في خلال ثلاثة ايام. اه. في مبارات الاهل الاخر دي. اه. يعني الحمد لله.